مفيش شك ان كلنا كنا نتمنى فوز النادي الاهلي النهاردة المباراة كانت في ايدي النادي الاهلي لكن لظروف المباراة وظروف ما قبل المباراة يعني اصابة وليد سليمان قبل انطلاق المباراة بدقايق ويحدث تغيير مفاجئ مرة واحدة اعتقد ان ده شيء يربك اي جهاز فني تاني هعيد وزيد انا مش بقول اعذار لكن انا بتكلم مع حضرككم وبفضفض معكم بعد مباراة اليوم كلنا اكيد تبعنا للستوديو التحليل اللي كابتن اسلام الشاطر مع نجوم النادي الاهلي تكلموا فيه عن نقاط فنية كثيرة جدا وتكلموا كمان عن احصائيات وارقام عرفنا من خلالها المباراة كانت رايحة وجاية منين لكن زي ما قلت لحضراتكم كنا نتمنى الفوز لكن الفوز ما جاش وخرجنا باقل يعني اقل الطموحات وهو التعادل الايجابي بعد ما دخل فينا هدف تداركنا الموقف واحرزنا هدف والحمد لله ان الاهلي خرج من المباراة يعني باقل الخسائر يعني انا مش اقول لحضراتكم دايما بحمد ربنا بعد كل مباراة انه بيكون عندنا خسائر جسدية وليلة يعني اكيد طبعا اصابات لكن ربنا يصل في موضوع الاصابات ده وان شاء الله اللعيبة تتعافى بسرعة واللعيبة تقدر ترجع من جديد تاني علشان كل لاعب يغيب عن النادي الاهلي قوة مؤثرة وفي الاخر زي ما حضراتكم بتتابعوا يعني اللي بيحصل ممكن لاعب يكون مؤثر جدا واللعب اللي مكانه يكون مؤثر جدا يعني البديل ما بيكونش في الفترة الحالية بيكون جاهز فبيحصل بعض الارتباك علشان كده بقول لحضراتكم ضغط الماتشاط اللي موجود في الفترة الاخيرة انا بتكلم على الاصابات مش بتكلم على ماتش النهارة انا بتكلم على ضغط الماتشاط بشكل عام ده بيقدي بشكل كبير جدا فيه يكون عندك اصابات يكون عندك اجهاد انتوا عارفين ان الاجهاد العضلي بيكون صعب جدا وان الاصابة العضلية علشان يتعافى اللاعد منها بياخد شوية وقت راحة علاج تمرين راحة علاج تمرين علشان كده موضوع ضغط الماتشاط اللي موجود في الدوري المصري ان ميستر فايلر بيحاول يعمل روتيشن موجود او بيحاول انه هو دايما ما يعتمدش على 11 لعب فقط علشان في اي وقت يكون اي لعب محطوط في مكانه يقدر انه هو يقدي بشكل كويس فبعض الاوقات في لعيبة ممكن تستعين بيها في غير اماكنها وما دمكش حل تاني فانت كمدير فني لازم تهيق اللعب نفسيا علشان يقدر يدي لك اللي انت عايزه وفي نفس الوقت كمان اللاعب والمدير الفني لازم يكونوا على اقتناع وعلى علم ان احنا هنعمل احسن حاجة علشان الوقت ده محتاج الصفة دي ان انت تبقى راجل وشخص يعتمد عليه ولاعب جوه الملعب عندك روح ده محدش يختلف عليه جوه ناد الاهلي لكن زي ما بقول لحضراتكم ان ضغط الماتشاط في الفترة الاخيرة في بطولة الدوري وبطولات افريقيا ممكن بعض الشيء تحدث بعض الاصابات